تواصل قوافل جامعة طنطة الطبية أعمالها لليوم الثاني على التوالي في رأس غاربة بمحافظة البحر الأحمر لتقديم الرعاية الصحية للأهالي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 1336 مواطنا بالمجان وإجراء 25 عملية جراحية وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفى الغردق